لدى استقبال سموه لعدد من المسؤولين بالمملكة أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن ما يحدث في بعض دول المنطقة من فوضى وعدم استقرار سياسي يؤكد أن الديمقراطية التي لا تكون ضمانة للأمن والاستقرار لن تحقق غاياتها وأهدافها فالتجربة أثبتت أن الأمن والاستقرار هو المطلب الأساسي للشعوب فحتى تلك التي كانت تنشد الديمقراطية صار أقصى طموحها اليوم أن تأمن على نفسها وأن تعيش في أجواء مطمئنة بعد أن تجرعت ويلات الفوضى والإنفلات الأمني على أيدي المستهتر أو المتسترين خلف الديمقراطية لافتا سموه لأن بعض السياسات قد كرست للأسف كرست مفاهيم لمحل لها على أرض الواقع وكان الهدف من ورائها نشر الفوضى التي توقف عجلة التقدم والتنمية في بعض الدول وقد كان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل في قصر الإقضابية صباح اليوم عددا من المسؤولين في المملكة ورجال الأعمال والصحافة وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن حضرة صاحب الجلالة عاهلة البلاد المفدة عمل الكثير من أجل رقي هذا الوطن وازدهار شعبه ويجب على الجميع من مؤسسات دستورية وشعبية التلاقي حول هدف أسمى في الحفاظ على ما تحقق من إنجازات ديمقراطية وسياسية واقتصادية حازت على إعجاب العالم والعمل على تنمية المنجز الوطني وتطويره وقال سموه بعون الله فأن البحرين سائرة في طريق التقدم وبحكمة جلالة الملك المفدة نحن على ثقة بأننا مقبلون على ما هو أفضل لهذا الوطن وشعبه وبعزم الحكومة وتماسك الشعب سنصل إلى طموحنا ومقاصدنا في تحقيق ما يطمح إليه هذا الشعب خدميا ومعيشيا وذلك من خلال جهود حكومية متواصلة لجعل ثروة بلادنا وموارده مسخرة لتوفير أفضل الخدمات الصحية والعلاجية والتعليمية والإسكانية والاجتماعية لأبناء هذا الوطن ودع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي في مواجهة أفكار التطرف التي تحولت لأدوات تخريب لمقدرات الوطن مجددا سموه التأكيد أن شعب البحرين سوف يظل عصيا على كل من يحاول أن يزرع الفرق والانقسام بين أبنائه وأكد سموه أن ما نراه من إرهاب في أنحاء متفرقة من العالم يؤكد ضرورة أن تتحد الجهود من أجل القضاء على هذه الآفة داعيا سموه إلى تقوية الدعائم الراسخة للتعاون الخليجي بين الدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمنيا واقتصاديا واجتماعيا وفي كل ما يدعم ويقوي وحدتها ويعزز من قدراتها وإمكاناتها في مواجهة الأخطار المحتقة بالمنطقة وشدد سموه على ضرورة الاستعداد الدائم لمواكبة التغيرات والتطورات المتسارعة على كافة الأصعدة وما تفرضه من تحديات أمنية واقتصادية مؤكدا سموه أن الهاجز الأول لحكومة البحرين هو الحفاظ على أمن البحرين واستمرار وطيرة البناء لخدمة المواطن بعدها أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدور الصحافة الوطنية وإسهاماتها في الشأن الوطني منوها سموه بإسهامات الكتاب الخليجيين في الصحافة البحرينية والذي يعكس حجم الترابط بين شعوب الدول المجلس ومشاعر المحبة التي تكنها لمملكة البحرين وحتى سموه رجال الصحافة والإعلام على أن تظل أقلامهم سلاحا في مواجهة الإرهاب والتطرف مشيدا سموه بما يطرحونه من أفكار في كتاباتهم ومقالاتهم تعكس مدى حرصهم على مصلحة الوطن واستقراره وتطرق سموه مع الحضور إلى الشأن الاقتصادي حيث أكد سموه على أن أهمية أن يكون البيت الجامع للقرار التجاري متوحدا وأن تلتقي جهود المسؤولين على هذا القرار على مزيد من التماسك والتلاقي على هدف واحد يخدم اقتصادنا ويعود بالنفع على الشارع التجاري بعدها استعرض سموه مع الحضور جملة من القضايا المتصلة بالشأن الإقليمي والدولي حيث أكد سموه أن مواقف مملكة البحرين متزنة مع جميع دول العالم ويدها ممدودة بالتعاون إلى كل من يبدلها الحرص والسعي نحو تحقيق المصالح المشتركة لافتا سموه إلى أن مملكة البحرين ترفض كل فكر هدام يقوض الأمن ويهدد استقرار الدول وهي في هذا السبيل تعمل يدا بيد مع المجتمع الدولي وحيسموه في هذا الصدد الدور الذي تطلع به المملكة العربية سعودية الشقيقة وجهودها في لم الشمل العربي والإسلامي حتى استعاد الموقف العربي اليوم تأثيره وقوته في السياسة العالمية وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن كل دولة من دول مجلس التعاون سند للأخرى لافتا سموه إلى أن مواقف دول المجلس الداعمة لبعضها البعض تستند على إرث تاريخي من الأخوة والترابط الذي يجمع دول وشعوب دول الخليج العربي